الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سعي ليقول هل يجوز لي أن أعطي الزكاة لابنة المتزوجة التي تعاني أزمة سكن حادة هي وزوجها بهدف شراء مسكن لهما نعم يجوز لك ولا شيء عليك لأن القاعدة عندنا معاشر المالكية حاولوا أن تفهموا هذه المسألة حبسوا كل شيء لأن مسألة وحدة تتعلموها من دينكم خير من السماوات والأرض سمعتوا زيد اللي يفهم يفهم لي ما فهمش بش نلقاء فهمين ما تنسوش رانا في وقت اللي ما فهمش هو لي حبي يفهم اللي يفهم لي ما فهمش هو لي روي يتعنطر ويحبي يفهم الناس لي فهمين ربي يحفظنا ويتوب علينا ما هي القاعدة تبعملها القاعدة كل إنسان يجب أن تنفق عليه لا يجوز إعطاؤه من الزكاة كل واحد واجب تنفق عليه ما يجوز لك تعطله من الزكاة وكل إنسان ما شيء واجب عليك تنفق عليه يجوز إعطاؤه من الزكاة فهمتوا هايا مدى فهمتوا أنا ندلكم امتحان بسيط جاوبوني الراجل يجوز يعطي الزكاة انتاعه للزوج انتاعه هايا جاوبوني يجوز الراجل عنده زكاة يزكيها يعطيها للزوج انتاعه لا يجوز بارك الله فيكم أعلى لا يجوز لأن نفقتها واجب عليه واجب ينفق عليها على العام لما رمزنا الزكاة على راجلها خاصها دواء يشري خاصها صباطي رح يجيب خاصها ماك لا يجيب خاصها بيدون زيت كمات ليامات يسعدوا لي عندوا الزيت في الدار خاصها بيدون رح يجري مسكين هذا هو هذا هو الراجل واجب ينفق عليها طول السنة لا يجوز إعطاؤها من الزكاة وأما المرأة الزوجة الآن يجوز تعطي الزكاة لرجلها هايا جاوبوني مرأة عندها الخير الله يبارك رب يفتح عليها ها جاتها الزكاة يجوز تعطي رجلها لا يجوز على هايا جوز لأن النفق انتعو ماشي واجب عليها ماشي واجب عليها بعض النساء بعض النساء يقول لك كيف نعطيله زكاة ومبعد هذيك الزكاة يديها يروح يقضينا ومبعد احنا ناكلوها هذيك الماكلة تسمى ناكلت زكاة دعكي من الفلسفة الأمور الشرعية ماشيت فلسفة على تبعيم له انت يا لما تعطي زكاة تكل الزوج انتعك المال ما وليش انتعك خلاص انتقل ولا عن بركة وتاعك خلاص فقد انتقلت ملكية المال لهذا الزوج لما يشد الزوج ما يولي الزكاة كاذا دراهم عندك كان الزكاة هو عنده واصبح ماله المستأنف يروح يقضي يجوز أن تأكلي منه ولا شيء عليك ما كنتي الزكاة ويكتن قولوا كنتي زكاة لما توجب عليك الزكاة وما تخرجيهاش وتروحي تشريها تكليها احنا يا كنتي زكاة وحرام عليك ولكن لما مديتيها للزوج انتعك المال وأصبح ماله ماله يدير به ما يشاء اصبح حقه ماله يفعل به ما يشاء ووليدك الصغير ووليدك الصغير يقرصنا اولى تعطيله من الزكاة لا يجوز لأن النفق انتعو واجب عليك تحتريله من الزكاة خصه ملابس ولا أدوات مدرسية لا يجوز لأن نفقته واجب عليك فهمت كيفا أما وليدك الكبير راجل قادر على الكسب يجوز اعطاؤه من الزكاة لأن النفق انتعو ما ولات واجب عليك ولات فضل حق لآباء أو ينفق على وليده حتى حتى وليده يستقل بمسكن ولا يروح يخطعه ولا ولكن لو كان يطبق الشرع واجب يروح يخدم يعني فنفقته حق فقط على والده وابابه رهو يحب لفضله أما البنت فنفقتها واجب عليك حتى تتزوج كي تتزوج يقول لي عندها زوج النفق انتعها تقول لي ماشي واجب عليك ما لا يجوز اعطاؤها من الزكاة وحبيت ان نبهكم لوحد الفائدة مهمة تبعوني مليح السمع هو الشريعة الإسلامية ما جعلتش المرأة ما جعلتش المرأة واجب عليها أن تنفق في أي مرحلة من حياتها ما خلتش تنفق خلتها حق طفلة صغيرة يصرف عليها بابها أو يصرف حتى تتزوج كي تتزوج يصرف عليها شكون راجلها مات راجلها ما خلتش أطفال يقول لي بابها يصرف عليها ما كاش بابها خوها ما كاش خوها يعني الأهل انتحها الأقارب إذا تزوجت يصرف عليها راجلها إذا طلقها زوجها يصرف عليها بابها إذا تزوجت من جديد يأتيها صداق جديد ومسكن جديد ونفق جديد بمعنى المرأة ما رهوش واجب عليها تنفق أن يقول واجب تنفق في أي مرحلة من حياتها وإنما الشريعة جعلت نفقة المرأة حق من حقوقها يعني هي إذا تفضلت عندها المال حبت تصرف على دارها يجوز لها الله يكتر خيرها بارك الله فيها فهمت كيف حبت شرية اللاجة حبت شرية الفازها حبت عاون راجلها يجوز لها ما روش واجب عليها إذا نفقة المرأة على بيتها ليست واجبة وإنما هي حق من الحقوق وقولوا لي بالله عليكم قولوا الصح ما تكذبوش ها يا أخي على بالكم لك دب حرام كي إن مرأة عندها المال وتشوف راجلها حاصل ولا أولادها حاصلين وما تصرفش عليهم والله غير تنحي على الحمها وتعطي لهم والله نقول لك غير تنحي على الحمها وتعطي لهم ولذلك ربي سبحانه لما شاف عاطفة الحنان عند المرأة ما جعلهاش من الواجبة تخلىها لها لفضلها لفضلها كي إن مرأة تشوفوا ليدها حاصل ولا راجلها حاصل وناس بيتها حاصلين وهي عندها ما كاش مستحيل مستحيل مسكينة تصيبها أنام يتصلوا بي أبنات والله غير فحلات طفلة طفلة يخطبها واحد وبابها هذا ما يطلب صداق كبير بابها 30 مليون 40 مليون وهذه الطفلة اللي صلاحها ما يشعر ضياب هذا الصداق والله تستفتيني مسكينة واش تقول لي تقول لي يا الشيخ وإليه يجوز لي نتافق مع الراجل هذا نقول له واش عليها روح تجيب 40 مليون سلف دبا راسك كي تعطيهم لي غير يعطيهم لي بابة نبعتهم لك ونشد غير مليون مليون برك 39 مليون أي موليه ليك هال يا جوز شت مسكينة تخمم كيفة تتزوج تبني دارها هذه مرأة اللي تحوس تبني دارها وإلى حصة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته